غطبانة عند ولدها من زوجها وعايزة تخرج من بيت ولدها في خرجات او في فسح او لبعض الاغراض او لبعض المشاوير دون اختار الزوج تمام هل يا جوز؟ طب قبل الجوزئية دية امتى المرأة تخرج من بيت جوزة؟ امتى؟ ربنا قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الاصل مرأة ما تخرجش من بيت جوزة وتروح بيت ابوها الا اذا كان هناك ازا او ضرر مادي او نفس بيضربها بزيها وخايفة فراحت هنا استغاز عشان خايفة لان وجودها معا في ايه؟ في ضرر حقيقي واقع عليها لكن قبل الضرر الحقيقي ما وقع عليها ده المفروض انها ما تسيبش بيت وتروح بيت جوزة بيت ولدها ليه؟ لان ده ادعى الى الرجعة ده حتى لو قال لها انت طالق يحرم عليه انه يخرجها من بيتها لان الفترة دية لسه في رجعها ربما ان الامور يعني الجوزئية دية دكتور محمد لو الناس وضعوها نصبع انه نسبة الطلاق ممكن تقليل تسعين في المئة ليه فجرة ايه؟ ان المرأة اذا قيل لها انت طالق لا تخرج الا بعد انتهاء العدلة مش دينت معتدة؟ والله دكتور ديننا جميل لان المشكلة مش هتوسع ولا هتكبر لما تخرج طول مها موجودة ومحدش هتدخل ومحدش عارف هو فيه ايه وهو كان يحلم وانحنا نطلقك ونجوزك سيد سيده والكلام ده تربع مشاكل الكبيرة انت بالطلاق للأسف مشكلة صغيرة خرجت وراحت عند البيت والدها فخلاص قال مشكلة ما تستهلش يجي اخده لعملش راحية اللي تيجي يلا خرج طب لا طب ما عنياش جايل لما تيجي تاخده عند من هنا وعند من هنا انت بالطلاق وجيش يجيش هنا وجيش يجيش هنا اه فليه فهنا الفكرة لو رعينا ده مش هنصل للسؤال ده اتداءا فلذلك حبيت ان انا جميل اضبت لهذا المرأة ان الاصل انك ما تخرجيش من يقول لك ان كان فيه اذى نعم فعشان نعرف الحكم باقي هنا يمشي ازاي فاذا كان الزوج ما زال ينفق عليك وهو غير ممتنع من النفقة ومن العطاء وانت خرج بسبب ضرر نفسي وازى حقيقي اذا كان هو معذرة ممتنع عن النفقة وممتنع عن الانفاق عليها وانت خرج بسبب ازى نفسي فانت دلوقتي تاخد اذن من ابوك في هذه الحال لكن هو غير ممتنع وانت خرج سواء ناشز او غصب عنه او مش من حقك تخرجي او حجم الزعل مش بالدرجة ان انت تخرج يبا لازم تاخد اذن الزوج لانه ما سيطلت زوجة اللي هي مثلا اتخنقوا شوية قالت والله ما نقعدلك فيها يلا اولاد نروح عند جدكم طبعا اولاد فرحينا روح عند جدهم يلا يا ماما ومشينا الخروج ده في الحالة دي معصية لا تخرجوا هن ولا يخرجوا طالما ما فيش اذى حقيقي نعم نعم بارك الله فيك بارك الله فيك